بلعوني اللي اسمه بلح مالو بلغ علينا وقال اللي إحنا على اللبنان إيه خبر السود ومنير انت بتكلم بجد لحنا كده هنروح في كلبوش بغير البهدلة وقلت الإيمة والتلطيش طب ومعدين هنعمل إيه؟ حلع بقرينو لا ما تلاقش أنا فكرته جاهز وهتشوف كمان يلا بينا يا عناتوا بتتعموك؟ آه من التهم يا بديككتبه أنا كتبه؟ يا بشا ده مش كتبه بشا هو هو ده اللي تكتب يا بشا وكان عايزي موتنا والله والعندة ما كانتش تبلغ هناك لما كده هتموت صدقني يا بشا سيما بقول لك كده والله العظيم حصل صح يا أنا؟ والله العظيم حصل يا بشا عليها القناة عمري ما شفتهم ولا عرفهم الوقت ده سرقني يا بشا سرقك؟ سرق منك إيه؟ يا بشا والله العظيم احنا غلابة الوقت بلحة ده هوت هو اللي سرقنا وكان عايزي موتنا والله أستاذ أحمد يعني كنا نعمل محضر ونقض علاقنا يا اللهي العظيم بسيب البلد أنا أموت في البلد يا بل فلاصة فلاصة يا باشي أنا عايز أعيب لا باشي عايب عليك لا تفعل شغل تسيني يا باشي يا باشي خلني لا ده مية مية ده لو أنت بتلع عصر كله زي الفل إيه ده إيه ده انت هتخلعه أم إيه يا عم يحطي لالجابة جدع في إيه حياتي من إزم ميايا كده لا أنا عايز ميايا استهلوا اي استهلوا بسراحة ماشي كوموا واحد ثلاثة بأي أهم المية بس وعالف ول ماشي يلا تابع كله سمام انت أجاب العلبي بلد يلا يلا إيه حسبك أصنع الفلوس اللي عالفة أفتر منها مثل أحبونك يا باري يا أم أحب مصادة المصلحة يا خلتي من إيلك قبل كده اللي عايش حاسك بيه بس خش يا ربنا يا من يطمن قلبك بقولك إيه إيه أنا أكلم لك عشان تتأكدي إن أنا ما أكدبش عليك كتر خيرك يا حبي هذه يا سيدي متولي رد استنى يا حجة شوي طيب هلو يا متولي عامل إيه أخبار الدنيا عندك إيه تمام بقولك يا متولي في حد عايز أكلمك لا مفاجأة بود يا سيدي معاك إيه هاتي حبي هاتي ألو متولي حساك يا حبيبي وحشتني يا دنايا كده برضو كده برضو تعمل فمك كده متولي من رجل المهدلة من ديرك تعالى بقى يا ابني هدي عالج بإيه أقول روح منك للناب مش هدهن علي جاي إنت بجد والنبي طب أنا مستنيك يا حبيبي والله مستنيك بالسلامة يا ابني هل في سلامة يا حبيبي بالسلامة بالسلامة يا دنايا تأكدت يا خالة إنه عايش تأكدت يا حبيبي بقولك إيه ايه أحمد والنبي بخصيمك محمد كلمه خليه ييجي ايه خلاص يا خانتي وعد مني أخلي متوليين داعلي ربنا يبارك لك يا ضنايبات حرمش منك جميل فرقبتي وعمر كله مش هايز حاجة لأ سلامتك بقولك إيه إيه الأمانة اللي عندي بتاعتك مش هايزها آآ خليها خليها ولما عوزها هبقى عطوك منك حالة ألف سلمة يا حبيبي يا رب يا رب اللهم لك ألف حمد و ألف شكر يا رب يا رب عمليه بس تسجد لك ركاة شكر يا رب الحب لله الحب لله أهلا يا عملي تفضل تحب تشرب إيه وبقال إلا كماليا يا أه تلسة فكر أه أصلاً ما والله ما عرف قلتك يا كميل أنا أعرف ما كنتش هنا لما سمعت الخبر بس يهمني إنك تعرف إن وجودة جنبنا كان حيفرق معنا كثير قوي بس يلا الحمد لله عم جمال ما سبناش جمال مين؟ جمال مين والله العظيم تلاتة أنا لو كنت فاضي والله العظيم غرص بنعنا كميل أعرف ما أنا كتشفت إن الدنيا دي بتخلي الواحد يعمل حاجات كتير قوي غصب عنه يلا معلش الله أرحم الله أرحم أه أنا أه مش عرف قدك إيه إنتم مش محتاجين أي حاجة أي حاجة جيبها لك وأي حاجة عاملها لك لا شكرا وبعدين السيت الوالدة قامت بالواجد أمي؟ أه أه طب أه بولك إيه؟ أنا كنت عايز أتكلم معك الكلمتين كده على جم تفضل الأمر أعرف لي أننت زعلانا مني وأنا انت شايف ان ده وقت مناسب للكلام ده؟ هايوه طبعا يا كاميليا وقت مناسب ومناسب جدا كمان على فكرة كاميليا انت انت هارف انت عندي ايه؟ انت حد عزيز عليا اوه والله يعني وبعدين فوق كل ده وده انت بنت خال يا بيت صحا عنك حق انا بنت خالك وانت بن عمتي وفي بيننا حاجة اسمها صلة الدم بيقولوا عليها زمانا بالدفر ما بيطلعش من اللحظة واما الواحد بيحصل له حاجة ما بيلاقيش في ظهره غير اهله اسمها الله عليك اديك انت بتقولي والله العظيم نفس الكلام اللي انا كنت جاء له لك بالظبط ومال كنت هتحجر من غين ما تقولي حد ليه؟ كنت بتهرب من مين؟ مني؟ انت مجنونة يا بيت تقولي ايه يا رب منك ايه؟ مفيش الكلام ده طبعا انا انا كنت بعرب من نفسي يا كاميلي انا كنت بعرب من نفسي من الدنيا اللي انا عايش فيها اللي انا غايت بالوقت ماخدتش منها الحق ولا باطل ولما انت راجل بتقول كده امال انا اقول ايه؟ ده اناقول اكتر من كده ستين مره انت عارف عن ايه كاميليا؟ راجلي بقى معدي التلاتين سنة ولسه معرفش يبدأ حاته منين؟ انت اللي كنت عايز كده اه خلاص يا كاميلي خلاص انا مش عايزك تقولي الكلامي دائق ودائق انا اسفة بس انا بقولي الكلام ده عشان انت بناعمتي اللي انا خايف علي쟁 مش قصدي مش قصدي والله يلعظمة انا كمان خايف عليكم والله هلعظمة انا كمان خايف عليك يا كاميلي بعدين انا مش عايزك تزعلم من امي وهم دي ستة كبيرة ودمغها على قدها انت فاهمة والله العظيم بتعمل معي اكتر ما بتعمل معكو ستين مر يالله حظرخي انا قصدي بقولك ما تعوزي طبعا مني اي حاجة انت مش محتاجة يعني تفكري قبل ما تكلميني ها كنت عايزك تبقى واقف جنبي في دفنته كنت عايزك تبقى ظهري سنتي كنت عايزك انت اللي تشير كنت عايزك انت اللي تاخد عزيه مش عم جمالك بتشرب ايه يالله حتى متشرب اقدا اعطي احطي ايه كنت عايزك تبقى كمالي أنت لسه بتحبيه أنا ما بحب إش حد يلا عايزة يتغير يهدومك اتفقت مع عم جمال حنروح ونشوف معاش بابا ونساوي مالك أنا صراحة مش عايزة روح يليك مش عايزة شوف روح بالعكس نحن لازم نشوفه كهوتك كسبت الكل تشكر يا شب قولي كسبت الكل الوقت خليل عمال يسأل عليك كل شوية ومنقص أنه يجيب ميكرافون ويجيب منادي وينادي عليك في الحتة كلها وقال لي أول ما تيجي أتصل بيه بالتلفون على طول أعمل إيه شو ولا كلمة أنا قلتي كده برضو سداي بقى أنك عايزة أضرب الجزمة انت فيل يا بتندي على فكرة بقى الرايس حلس مئة يمين إنما كنت تدفع اللي عليك لو أقف الشغل معاك أنا بقى قلت له يكيد فيك حاجة بابا مات يا مغة أنا بقى اللي يا حبيبتي طيب بصي بقولك إيه سيب البضاعة هنا هوزاها على المواطيع وكل واحد يبيع اللي يقدر عليه لا أنا هشتغل يا بتسمع الكلام بقى ماش دمعك ناشفة بقولك حشتغل سبيحة أسيبها ده إيه؟ ده بدل ما تقولها عنك مونة جدعة بمية راجل وهتشتغل أحسن من الأول كمان بقى في حياتي بس أنت برضو كان لازم تقوللني والله إحنا يعني شغالين مع بعض كده وخلاص سد خاني أنا صعبان علي أني بابا مات من غير ما يعرف أنا بعمل إيه؟ أنا علش أنا عمري بخبيت عليه أي حاجة إلا دي هو الوحيد اللي كان بيشجعني وبيهصق فيها لما كان بيسألني أنت نازلة رايحة فين كنت بقوله رايحة لنغم أو أدور على شغل ما كانش ينفع قوله أني بشتغل ما كانش هيوافق كان حالي رفض ما رأيك بقى أن باباك اللي كان عارف كان هو اللي يشجعك ويقف جمي وانت تعمل حاجة غلط ياه ما حاسة دلوقتي بالزم حاسة أني غلطت في حقه أني ما قلت لهش يلا بينا يلا بينا يلا بينا قبل نهيل ما ينزل علينا ما شو تخيلنه مبقاش مهوم أنا مش عارفة دلوقتي هنعمل إيه وحنعيش من غيره بس يا بينا سمر يا بنتي البقاء لله حياتك البقية بس يا حبيبتي مش كده بس يا سمر أنت يازم تعرف أنك دلوقتي بالنسبالي زي لمار بالظبط أي حاجة تحتاجيها خدي نمريتي من لمار دي نمريتي الشخصية أنا مش بديها لأي حد أنا من النهاردة عندي بنتين سمر أو لمار أوكي؟ خلي بالك بقى أنا بحب بابا جدا يعني هتلاقيني بنفس عليك يا عطول خذي بالك مني ها؟ أعلى فيه؟ رايحة لماما هتعوز مني حاجة؟ لا تفضنا لي سعيد فيه؟ ناين فوق باي باي يا بنات باي باي مام باي يا لاما يا لاما يا لاما انت معي ضروف انت عايش دي انت بتنجيش ليه مقبتلك معي ضروف مين؟ لو كنت بيت المصدر بتاعت الحفلة بتاعت النبارح عارفيني عليها مش هي معي صمع ياعب بيت الكايبة شح حرام عليك مش عايزها تسمعك وبعدين دي باباها لسه متوفي شوفتي؟ مش بقولي الكايبة طلعب اي حاجة ما معاك يا يدا لو ماما سايبها معاك حاجة يعني ماما مش طايبة معي حاجة اه مش طايبة حاجة طب ما تجيب انت اي حاجة؟ بس لو بابا عارف على فكرة هتبقى كارثة ماشي ماشي هتش عارف يلا مشي بقى ماشي ياعلم 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 قولت لا انا عمشي لا تمشي دايحة موحيسكي بقى موحيسكي بقى موحيسكي بقى الله خلينا نخلص مانا ازاك يا راما اخوة انت عارفت ان بابا تقفى عارفت طب مش كاني صح برضو تيجي تعزينا لكن اكيد في حاجة مهمة هي اللي مناعتك متعرفش مكتب عم جمال فين هو موجود في مكتب اخر الطرق طيب انا حروحي عمي حصلين اتنك ليه؟ على فكرة ما جيتش هنا عشان كويس انك جيت افي مكان انت عايزني؟ اه انا كنت عايز اتكلم معاك غريبة ما جيتش يعني ولا تتكلم معايا ولا تقف جنبي وتحسسنينا المخطوبة وان انا ليه ظهر انا عايز اتكلم معاك بخصوص الحكاية اوي اوي تحبنا احنا نتكلم فين؟ بابا كويس بالضبط هو انا سألت سؤال غلط ولا ايه؟ لا هو مش غلط ولا حاجة كامل يا بس انا انا مش عارف اقولك ايه انا اصلا انا بعد ما مات عبدالعزيزة الله ارحمه انا اكتشفنا انه طول عمر عن شغال معانينا بعد عمل مؤقت يعني عمر ما كان متعين على طولك وصفية عبد المؤقت ازاي؟ انت بتقول ايه عم دمال؟ اعمل ايه؟ دل ما حصل ايه؟ يعني انا بويا ليه مكافأة وليه معيش ولا ملوش عيك؟ انا مش هينفع اشرح لك الاحكاة دي هنا وشان دي عكاة محتنك وقت انتي دلوقتي تروحي وانا هجيلك البيت اقشرح لك الاحكاة دي بالتفصيل اعرفت اللي ليكو ويلا ليكو ولي في الخير يا ربنا ان شاء الله ايه ساكت ليه؟ بتظهر على الحاجة تقولها؟ لا ابدا بس متضايق صح انت عندك حق انا مش هقدر قلك اي حاجة انا غلطت لما خبيت عليك اني عندي صرع بس قلت يعني مش هتفرق معاك قلت طرمحنا منحب بعض واخترنا بعض خلاص بس انا كان لازم اعرف عندك حق بس ده يعني خليك ما تجيش وتقول لي باكو قال الله وتقف معاك في مواقف زي ده؟ طبيعا كنت متداقز علينا فحسيت اني خدعتيني خدعتك مرة واحدة؟ ليه اكتشفت انها كنت محبة حده وخبيت عليك يعني ولا تجوزت ومقلتلكش والله متفرقش كتير او بقد انت شايفيني متفرقش كتير ماشي على العموم انا عرف انت عايز ايه؟ تفضل انا هعتبر ان انا لفساخت الخطوة شبكتك هديلك بكرا وريد بقى تبقى 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 تتمم عليها لتكون حاجة ناصة تتكلمي كأن انا اللي هم لو كنت انا اللي خبيت عليك حاجة زي ديك انت هتعملي اقول لك انت كانت القاية تتبدل تعتبر ان انا خدعتك وقدبت عليك وتعملي اكتر من اللي انا عملته انا على فكرة بقى انت اللي مش المسمونة لو سمحت كفاية قوي لحد كده يلا يا نجلاء احنا غلطنا ان احنا جمع نجل نجلاء نجلاء ها Bug İ Moya شابي مويا نجلاء ناس شابي مويا تيني انا اللي مش او مي او مي أمي الله أمي الله أمي الله أمي الله شكرا الله اشتركك كثيرا بابا هو انت عايزي يعني حضرتك عايز ايه من الزيارة دي مشوز بعض طب قد انا شوفنا بعضها كله تمام المهم بس عندي انك كما تفتكرش خالص انه ممكن نسيب بيتي ده واجعيش معك في الحال كنت عايزني أعمل إيه؟ كنت عايزني أسيب كل العزب اللي أنا عايشة فيه والفلوس والحياة اللي تتمنها أي بنت وأجي عايش معاك؟ أعايش معاك ومع بنات سماية زي مميرة عمهت؟ عايزني أفضل طول السنة عمالة رقع في هدومي ولا عايزني أستليف هدوم الشتة والصيف بالجران عشان أبقى بنت كويسة وبتحب أبوها أنا ما كنتش غلط أنت اللي غلط أنت اللي كنت عايز تفضل موظف تستنى المرتب كل شهر كنت عايزنا ناكل ونشرب ونعيش كلنا بمرتبك اللي مش مكافي حتى مواصلتك للوزارة اللي بتشتغل فيها؟ أنا مقدرش أعمل كده أنا بحب الحياة انطقائي دخل ماذا؟ أستسماح، أريد حضرتك حسنًا، دعني أدخل حسنًا أتفضل، حسنًا عاد تقولها تتصل، حتتصل طيب يا ستة، ليس على شهادة، لكي خاطر الشغل ولا أنا كنت أكلمها، لكن حصلت مشكلة صغيرة مشكلة صغيرة، أنا موجودة، هذا كلام برضو أتفضل سامح، ممكن تقول لي أنت عايز إيه بالزبط؟ عجبال هيا دي مشكلتك؟ أنت شايفني دي مشكلة على إيه لا؟ سامح، أنت مشكلتك أنك بتدخل الشغل في العلاقات الشخصية كله منفز على بعض أي؟ تقولت حاجة غريبة؟ لا بس طريقتك هي الغريبة تصدقيني هي دي الحقيقة الناس هتقولك عايزين الحب البيور والأفلاطوني بس الحقيقة مش كده كل واحد عاوز من اللي قدامه حاجة وإيه بقى هي الحاجة اللي أنت عايزها مني؟ عاوز جد ساعتها هبكسبت كل حاجة ومعي أحلى بنت في برد كل حاجة هم؟ طب وأنا هبكسبت إيه؟ أشتر رجل أعمالي أشتر رجل أعمالي وقت تاني لا استنى أنا مش عايزة أعود لوحد أنا عايزة أخر يا سينا مسي كده نحط عمرك طب يلا بينا يلا بينا يلا بينا هم أي مالك؟ قلبة وشك ليه؟ متضيقة بقولك إيه؟ الحزن في القلب بقى فوقية ومتخليش الرجل إيفش من منا أنا متضيقة من كاميري عشان مدد إيدها عليها وأنا عامل بحد مد إيدها عليها هقولك على حاجة بس ما تزعلش مني يعني؟ قولي حناني هي مش من حقها أنها هتمد إيدها عليك وأنا لو كنت مكانك كنت ردت لها الألم في ساعتها هي كده هتعمل عليك الكبيرة خي أعمل تخذ مص يب أنت لازم تأخذي بالك قوي من تصرفتها وتشوفيها هتعمل إيه؟ مش فاهم أنت عايزة تقوليي بالضبط يعني خذي بالك عشان الحج اللي يرحمه أكيد شايله قرشين كده ولا كده وهيخرج له معيش وهي لما هتصدق تكوش عليهم سأليني أنا يا شيخي مشتو الدرجة دي بقى يا مروانا بانطحك بس في الأخر انت حرة يا واحد لما يشوفي النصة المظيفة دي بيحس أن عمره مستحمة لو أن أبيض بيبرق زي الفن لا هاكيد ما بيستحمش بمية زينا مية ملدانية أوكلونيا طب خذي بالك بقى عشان ريحتك فاحت عارفك اسم التصميمات؟ لا اسألي أي فراشة يقولك عليه تروحي تاخدي الرسومات من هناك وجاري على المصنع تسلميها وتيجي تاني على طول وعلى الله تقولي لي أن ما تعرفيش فين المصنع هاسأل اه اسألي بقولك ايه؟ نعم انا؟ اه انتي وشوفي عايز ايه؟ استني نعم زبطي نفسك كده عشان ما تدخليش مبادلة نعم يلا ماذا ده؟ إليه يجي لك حجز في رجليك يا شيخ بتقولي ايه؟ خبطي رجبيت الله يخرب بيتك ما قال لي كيه؟ ما تروحي سنوة واحدة ومسي؟ محبا ياطل يا الله العرض اللي فات كان سيئ جداً انا مش هشتغل مع الناس دي تاني بعدين ايه البنت اللي انت كنت جايبها دي يا بوك؟ زفته طبعاً كنت شاهد بطنهر قدامها كانت عاملت زي بابا اسمها اسمها الموديل هي اللي بيتبيع المنتج طبعاً الستات بتصدق ان الفستان هيبقى عليها زي ما هو عالموديل بالصبت لا 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 احنا اللي بنعمل البنات دي اللي مش هجبها مع ألف سلامة مليون غيرها يتمنوا بمكانها لا معلش اصغط يعني محتاجة رايح شوية عشان الصباح المتمب مكنة اسمي على السلام انت البنت الجديدة ها؟ او مارو مش كده؟ او اسمي مارو خارجة ايه مارو؟ انا خارجة ادايب ادب ايه؟ ادب فلسفة استجام ده فلسفة شديدة الحقيقة طيب فلسفة مارو انت هتأخذ المجلات دي؟ تقريها كويس وتطلعي كل المقالات اللي اتكتبت عنها تكتبينهم في تقرير وتحديمهم ليه على حسب الاهم دي حاضر تفهمها؟ اه حاضر صح تعملها مع ان ازلت انا اسف أه حاضر صح تعمل 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 ايه ابنت اللي انت جيبها دي؟ مصخ راحت أبونا لو بق حد زعلني تاني انت عايزي ايه؟ انت البنات كده ما عجبتكش لا 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 كده انا شام بريحة وحشة قوي في كلامك على فكرة البنات دي محترمة جدا وجاية هنا عشان تشتغل وبس وبعدين انت كده بتشتمني لو اي انت على طول فهمني غلط كده يا اخي عن قصد يعني ان احنا شركة فاشونز ولازم يكونوا لايقيني على الشغل بتاعنا يعني انت بتفهمي بس اه اذا كان كده معلش لو سمحت بقى تجور عن وشي عشان انا مش طايق نفسي لا 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 يا اساس عبد الله اساس عبد الله ايوا ايوا يا اهلنا اساس جمال افضل السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله صدر اساس عبد الله انا قلت اجعود معك شوية كده وبالمره اشكرك على وقفتك معنا في جنازة الله الرحمة ابن عزيز يا سيدي ده واجب أخي معينك ما تعرفوش الموت ما فيهوش تعرفو ما تعرفوش ماضحين أنت الراجل طيب الله يخليك فضل يا سيدي بس يا ربي بقى يعجبك أصلا يعني في المطبق مش هدي كده أي حاجة من عمال إيديك تبقى زي الفن الله يجريب عنك الله يجريب بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله إيه ده إيه ده إيه ده دي القوضة بقت حاجة تانية خالص يا سيدي عبد الله وضح إن حضرتك بتحب النظام يعني على يدي وحضرتك متجوز؟ لا ولا كنت متجوز؟ كنت أنا بقى لا كنت ولا حكون اتفضل يا سيدي اتفضل يزيد اتفضلك يا سيدي اتفضل يا أهلا 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 سيدي شرفتني أصلا بقى كنت كل ما أجفكر في الحكاية دي أقول إن شاء الله بكرة الحالة هيبقى أحسن بكرة المراتة بحيت عدل بكرة حلاءة وظيفة تانية أحسن من الوظيفة الأنفية دي لما للأسف ما حصلش إن شاء الله قبنا هيكرمك بإذن الله وكرمنا جميعا اهلا طلاز بقى ما عادش ينفع أنا أصلي صاحب مقولة إن فاتك الميري اتمرأ فطراب وإنت بقى يظروفك أنا بقى لا تمرمغتي في الميري ولا طراب الميري رضي مرمغني فيه أصدق إيه؟ قصدي يعني أنا على باب الله الشغل اللي بلاقيها باشتغالها وبستعنيها بكرة وما كنتش أنجبت أطفال يعني؟ لا في الحقيقة أنا طلقت بعد ما اتجوزت بست شهور طب ما اتجوزتش تاني ليه؟ أكيد انت ساعتها كنت لسه أنا شاب صغير ليه دي بقى؟ أحكيلك عليها بعدين طب ما تعملينها كوبيتين شاي وتحكيلي؟ ده يومي البناء تحكيلي؟ 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة